السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الفرقة الرابعة شعبة نظم معلومات وشعبة الأعمال الدولية تخصص محاسبة وتخصص علوم مالية ومصرفين نتيجة للقرار الوزاري الأخير إنه هيتم تسجيل موضوعات بحسية للطلاب اللي عندهم مواد تخلف من سنة أولى و سنة ثانية و سنة ثالثة أما المواد الأساسية بتاعة سنة ربعة فهيتم عمل امتحان ولكن بعد ما الظروف تتحسن إن شاء الله طيب في البداية لازم نعرف إن عملية تسجيل الأبحاث من خلال المنصة التعليمية بس يعني مش لازم ننزل المعهد وتاني حاجة لازم نعرفها إن المواد اللي احنا هنعمل فيها أبحاث هي مواد التخلف فقط بعد كده بدخل على المنصة وهنوفر اللينك الخاص بالمنصة بتاعة سنة ربعة على الجروبات و على الموقع الرسمي للمعهد اللي هو الرابط ده المعهد بيزهر لي الشكل ده بيتم الدخول على المنصة من خلال كارنيه الترم التاني الموجود مع الطالب وبالأخص رقم الجلوس و كود النتيجة اللي بيبقوا مكتوبين داخل الكارنيه بعد ما بكتبهم بضغط دخول بعد ما عملنا تسجيل الدخول سواء عن طريق الموبايل أو عن طريق الكمبيوتر بيزهر شكل الموقع كده اللي فيه مجموعة من التنبيهات الخاصة بالطالب و طرق التواصل مع المعهد في حالة وجود أي خطأ سواء في اسم الطالب أو في المواد اللي موجودة عنده و علشان نسجل بندوس على العلامات دي فبيزهر لنحية اليمين مواد التخلف الخاصة بالطالب اللي هيقدي فيها البحث اللي هيعمل فيها البحث و ممكن كمان تسجيل الموضوعات البحثية لو نزلنا في الجزء الأسفل في الموقع هلاقي جهة الشمال في مقررات الدراسية دي و دي عبارة عن المواد اللي أنا هعمل فيها البحث و طبعا في الموقع طرق التواصل بإدارة المعهد في حالة وجود أي خطأ و مواعيد التسليم الخاصة بالأبحاث المرحلة اللي احنا فيها دي هي عبارة عن تسجيل الموضوعات البحثية فقط و يبدأ الطالب عن طريق الفيديوهات اللي موجودة بخاصة بشكل البحث يعمل البحث بتاعه و هيتم الرفع بداية من يوم الحد الموافق 7-6 و يوم لتنين تمانية ست طيب هنبدأ ندخل على أول مادة عندنا و ليكن رياضيات التأمين والخطر و دي مادة لشعبة الأعمال الدوليين هضغط هنا هيتلع لي صفحة مكتوب فيها الموضوعات البحثية و تحتها تسجيل الموضوع البحثي لما بضغط عليه بيطلع لي مجموعة الموضوعات الخاصة بالمادة دي موضوع الأول، الثاني، الثالث و هكذا و كل موضوع جنبيه العنوان الخاص بالمقال لو عجبني الموضوع رقم 2 مثلا، الموضوع الثاني بسجله ازاي؟ بنزل تحت، بلاقي مجموعة من الاختيارات وهي عدد الموضوعات اللي موجودة فوق لو أنا عجبني الموضوع رقم 2 بضغط على الموضوع الثاني ثم تسجيل الموضوع طيب، كده المادة الأولانية لو أنا عايز أسجل في المادة التانية إما عن طريق الجهة الشمال دي، المادة التانية اللي هي القانون التجاري أو من خلال الجزء اللي نحيتي اليمين برضو القانون التجاري أضغط عليه، هيجيب لي نفس اللي حصل في المرة الفاتت تسجيل الموضوع البحسي هيجيلي مجموعة الموضوعات بتاعتيا هي باختار الموضوع اللي أنا عايزه وادوس تسجيل الموضوع وعايزين ناخد بالنا أن كل طالب يشوف مجموعة المواد اللي هو شايلة لو فيها أي خطأ يتواصل مع إدارة المهد بالتوفيق إن شاء الله